نروح على طول ليه الوعود ده الحكومة الجميلة دي عملت ايه في الوعود وعدت بايه في 24 ساعة مكنت وعود شك قمبلت وعود بص عبدالفتاح السيسي في نفسه كل وزير جاي عايز يقول لسيء الذكر انا لها انا منك يا فخمت الرئيس انا زيك بالزبط انا في الشدة شديد وفي القوة قوي 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 بصوت على ولي الدين فتعالوا نشوك مع بعض قائرة 24 بدأ اول اجتماع لرئيس الوزراء بعد تشكيل الحكومة الجديدة مصطفى مدبولي عمل اجتماع مع الحكومة الجديدة عشان يتابعوا الاجراءات اللي هياخدوها قالوا ايه بقى نبدأ بالمدبولي اول رئيس وزراء يوني الشلبي في نفسه قال ايه بقى الدكتور مصطفى مدبولي قال لك سيء الذكر نطلع بقى للصورة اللي بعدها شكرا جزيلا قال لك سيء الذكر وجه طبعا ما قالش سيء الذكر بس انا ما بقولش الرئيس السيسي سامحني يا دكتور مصطفى ما عليش انا قاسم انا يعني مسامي الراجل سيء الذكر فما بيهنش علي ان انا اقول عليه حاجة انت اقول عليه الرئيس السيسي براحتك ربنا لا يوفقك ابدا لانت ولا هو فسيء الذكر وجه بدخول قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على شبكة الكهرباء ابسطوا يا جماعة سيء الذكر الحمد لله امر ان الكهرباء بطلت شوفوا النبي الزملاء هنا جايبين له صورة طليق بيه يعني دي صورة حلوة اتمنى الزملاء يعتمدوها لسيء الذكر بس بدل البدلة الملكي اللي لابسها دي يحطوله دايما البدلة العسكري بتاعته عشان ما ننساش انه رجل ذو خلفية عسكرية مهيبة مصر نجحت في اقامة محطات وشبكات كهرباء بما يفي حاجة لاستهلاك المحلي مع وجود فقد معرفش التصريح ده دكتور مصطفى يمشي قوي ايام ما جبنا جون في حقل ظهر قبل ما يندخل الجون في نفسنا لكن دلوقتي بعد اول اجتمال الحكومة انا رحي مش فهم انت عايز ايه بس تمامي يعني ما فيش مشكلة طيب النقطة اللي بعد كده قال ايه كمان الدكتور مصطفى مدبودي قالك المطلوب الان هو كفاءة التشغيل وهذه مهمة وزير الكهرباء والامر نفسه ينطبق على وزير البترول حيث يتعين العمل على زيادة الانتاج ورفع الكفاءة التشغيلية الدكتور مصطفى معلش انا اسف احنا اخر مرة سمعنا عن وزير البترول ووزير الكهرباء ما كانش القصة بالنسبة لهم زيادة الانتاج وكفاءة التشغيل كانت القصة غريبة جدا يا دكتور مصطفى كان عندك وزير اسمه محمد معيتل النائب بتاعه احمد كوجك اللي بقى وزير مالية دلوقتي قال لنا حاجة غريبة قوي قال ان وزير الكهرباء بينزل يجري يروح لوزير البترول يقول له سيادة الوزير انا جاي اخد منك الغاز عشان انوار بيوت المصريين يقول له سيادة الوزير هاتلي فلوس بيقول له انا معايا 300 مليون دولار اللي سيئ الذكر قالنا عليهم يقول له هاتهم يقول له هديهم لك يقول له معلش والله انا مش عايز دولارات ومال عايز ايه انا عايز بالجنيه المصري طيب فينه المشكلة لا ما هو فيه مشكلة وزير الكهرباء ما كانش معاه جنيه مصري مع دولار وزير البترول ما بيقبطش الا بالجنيه المصري ما بيقبطش بالدولار فالكهرباء بتفضل تقطع لان البنك المركزي كان اجازة اجازة العيد كل سنة انت طيب فقعدوا عشر ايام اجازة فعليه دكتور مصطفى هتحلوا قزمة الاجازة يعني هل هتوفروا الجنيه لان المشكلة مش في كفاة التشغيل وفي الهكس اللي انت بتقوله المشكلة ان ده بيروح لده ده بيقوله هالجنيه بيقوله معاه دولار فبنفضل نلف في نفس الدائرة انت متخيل طبعا طيب اللي بعته دكتور مصطفى مدبولي كمان اتكلم عن غلط المحلات وترشيد الطاقة وقال ان ده جزء من سياسة مواجهة ازم القطع الكهرباء بشكل كبير الحقيقة وقال كمان انه وزير الكهرباء محمود اسمط نقل يعني قال ان استخدام الاساليب الحديثة في مراقبة الاحمال والاعتماد على الطاقة الجديدة فحنا يعني ده معنا يا دكتور يا استاذ محمود عسمط انه الكهرباء تقطع بالاساليب الحديثة صح يعني انت هتعتمد على الطاقة الجديدة بس الكهرباء تقطع عادي وستخدموا الاساليب الحديثة في مراقبة الأحمال اللي هي تخففوها فالكهرباء هتفضل تقطع بس يا جماعة انبнения لانهم هم يستخدموا اساليب حديثة يعني بدلا ما بيقطعوها مثلا بينزلوا السكينة هتبقى بالريموت فالناس تبقى في البيوت ماشي فاهم حاجة الكهرباء لسه بتقطع بس الوزير مبسوط ليه مبسوط بأن احنا استخدمنا أساليب حديثة يا سيادة الوزير الله يخرب بيتك الكهرباء لسه بتقطع اه بس احنا استخدمنا أساليب حديثة خليناها بالريموت نشوف الفيديو ده جماعة مع بعض ده الحصري كلنا بنستعد للجال ده الخراب البيوت ده الساعة عشرة يعني احنا دلوقتي حالا الناس بتصلي العشاء ماشي ده الاستندات بتجري من جوه هاي الاستندات الناس عملا تجري ده خراب البيوت الناس بتلم عشان بس ايه الناس بتلم اهو بس الناس بتلم الساعة عشرة طب احنا اشتغلنا ايه عشان احنا نلم الساعة عشرة يعني انا عايز افهم الناس بتصلي العيشة احنا زنب الغلابة ايه بس يعني بجد زنب الغلابة ايه بجد زنب الغلابة ايه انا عايز افهم احنا لحالتنا مرتب ولا بناخد فلوس من حد ده الحصر يا جماعة الناس بتصل على التلم دلوقتي مرعوبة من دخلة الوقت طب احنا زنبنا ايه يا سيادة الوزير زنبنا ايه يا سيادة الوزير زنب الغلابة ايه يا مجرمين زنب الغلابة ايه فشلة زنب الغلابة ايه أفقين تغيير حكومي وتغيير مش حكومي هو فيه تغيير واحد اللي لازم يحصل لان الغلابة ملهمش زنب تغيير واحد مش عايزين غير تغيير واحد الوقت الفيفا عاملة خمس وست تغييرات احنا عايزين في موصل تغيير واحد ولا تغيير حكومي ولا اكاديمية وطنية ولا تغيير محافظين ولا هيئة تنسيقية احزاب ولا اي بطيخ من ده هو تغيير واحد شخص واحد لو اختفى 70-80% من العبث اللي مصر بتعيشه الآن هيختفي لأنه اختفاء سيء الذكر سيعقب اختفاء كل الأحذية اللي كان لابسها من إعلاميين وسياسيين ووزراء ومحافظين وأكاديمية وطنية وأكاديمية مش وطنية كل هذا الكذا هيختفي تماما وبالتالي هو واحد بس يختفي والناس ان شاء الله تبسط ومصرها تبسط وهتبقى في وضع تالي نروح لأحمد كوجك أنا آسف الله لو بنتقس حضرتك غلط أول تصريح لي ووعد أتعهد بتوفير التمويل اللازم لإنهاء أزمة الكهرباء في أقرب وقت ممكن دكتور أحمد انت لما كنت نائب وزير المالية طلع مع علاميس قال التصريح اللي أنا قلته من شوية خلينا نسمع هو السؤال اللي الناس بتسأله الكهرباء عاي زكام علشان ما تتقطعش هو طبعا في علاقة ما بين الكهرباء والبترول في هذه الجزئية لأنه البترول بيحتاج موارد إضافية علشان استيراد المواد البترولية اللازمة للكهرباء فممكن نقول ان هو عشان الساعتين دولار فبيحتاج تقريبا ممكن في المتوسط حوالي 300 مليون دولار إضافي شهرية إحنا الحقيقة دخلنا فلوس يعني دخلنا استثمارات رأس الحكمة دخلنا دعم من القرد الصندوق النقد الدولي دخلت لنا أموال في الهاتماني من استثمارات الأجانب في أدوات البيان فالناس بتسأل برضو في كل المليارات اللي إحنا عاديم بالقول إنها بتدخل مش قادرين نوفر 300 مليون دولار شهريا علشان الكهرباء مزلتاش على الناس في الحر رائعي حضرتك مبيد حكتين أنا بتقلينا بس بصوت الناس يعني معلش نروح لوزير الصحة مش عادي الكلام خلاص قلنا وزير الصحة خالد عبدالغفار في أول تصريحاته الجديدة نضع قطاع التأمين الصحي الشامل على رأس الأولويات القيادة السياسية مهتمة بالقطاع الصحي عزيزي الدكتور خالد عبدالغفار هو أنت عارف إنه هو قانون تأجير لا لا خلي يخلي الصورة قانون تأجير المستشفيات الحكومية دخل حيز التنفيذ وانت وزير صحة في الحكومة اللي فاتت حضرتك عارف إن مشروع التأمين الصحي فاشل وانتوا معدتوش بين ثلاث محافظات منه ولا هو إيه حضرتك عارف إن الناس بتشتكي في مشروع التأمين الصحي فهدي أول وعد من خالد عبدالغفار اللي عارفنا في حلقة سابقة إنه هو موجود في الوزارة لإن ابوه كان ظابط في الجيش المصري وكان معب حاكيم عمر في الطيارة يوم ناكست يونيو نروح لعلاق فاروق وزير الزراعة الجديد اللي قالت صح مهم جد قال لك إيه بقى توجيهات رئاسية للاهتمام بالفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج وكل ما يمس قوت المصريين سيادة الوزير علاء فاروق يا بتاع التوجيهات الرئاسية أنت على فكرة ليك مستقبل يا ابني أنت يمكن تكمل مع السيسي لو كمل لقدر الله كم سنة عارف ليه؟ ارجع لي يا بيه عارف ليه؟ عشان أول كلمة أنت قلتها أنت زكي أنت لماح أنت ابن دولة اللي بيبدأ حقبته الوزارية اللي هو عارف أنه مالوش لازمة فيها بجملة التوجيهات الرئاسية ده راجل برينس ده راجل نرفع له القبعة ده راجل نقول له يا ابني أنت مدرسة في فن التطبيل والنفاق والتمسك بالوزارة أنت يا ابني اللي زيك بيدخل الوزارة ما بيخرجش أنت ليك مستقبل يا سيادة الوزير أنت هتكام اسمه إيه الوزير اللي هنراح من علاء فاروق عم علاء أنت راجل برينس تذكروا هذا الاسم جيدا علاء فاروق وزير الزراعة بدأ ولايته وعهده بعبارة بتوجيهات رئاسية الرجل ده يكمل خلاص والله لو مصر بطلت تزرع لو كل المصانع بتاعة الأسمدة أفلت زي ما الزملاء مجاهزين بص الزملاء مجاهزين له شوية أخبار على أساس بقى أن احنا كده بنحرجه يعني فبيقولك أطع الغاز عن مصانع السماد والتسبب في ارتفاع أسعار السماد بينقلوا عن نقيب الفلاحين موضوع صيف حزين على الفلاحين بسبب ارتفاع أسعار كل المستلزمات الزراعية من أسمدة وتقاوي ومبيدات وأجرة المعدات مجلس النواب في غياب تام ده حسين أبو صدام لموقع مصراوي 23.6 اللي فات وكمان تقرير في المصر اليوم الشرق بلومبرج 26.6 أنه أزمة السماد في مصر تهديد موسم الزراعة وصغار الفلاحين يعانون من ارتفاع الأسعار وتفاقم أزمة الغاز يعمل إيه تفاقم أزمة الغاز يقفز بأسعار الأسمدة في مصر 54% خلال شهر طيب الزملاء هنا عاملين إيه بيحاولوا يحرجوا الأستاذ علاء فاروق بس أنا الحقيقة يعني الحقيقة هقول لزميل العزيز اللي عمل الفقرة دي حضرتك الحدة دي طلقت آوت طلقت فيشينك لأنه علاء فاروق كان محصن نفسه كايس بادئ بالتوجيهات الرئاسية فلو أفل أبو إير وأم إير وإير نفسه وسيد كرير وكل الكريرات اللي في كل حتة واختفت من مصر الأسمدة وانهارت المحاصيل الزراعية وارتفعت كل السلع الغذائية واستوردنا الأكل بدل الميا زي الراجل بتاع وزير الرأي اللي كنا بنتكلم عنه مبارح وعملنا كل الأفلام دي سيبقى علاء فاروق وزير الزراعة فقط لأنه بدأ عهده بعبارة بتوجيهات رئاسية فالعب غيرها لو سمحت نروح بقى لوزيرة البيئة السيدة ياسمين فؤاد التي قالت في أول تصريح بعد توليها الوزارة لن يكون هناك قطع للأشجار وهذا منهجنا نقلا عن جريدة الشروق يبقى إحنا الحمد لله يا جماعة عندنا وزيرة البيئة قالت أنه ما فيش قطع أشجار تاني ما فيش مذابح أشجار تاني منهجها لن يكون هناك قطع أشجار حلو جدا هي الوزيرة دي جديدة واللدي اللي كانت موجودة طلع الصورة كده تاني معلش تشغل الدكتورة ياسمين فؤاد منصب وزيرة البيئة منذ 18-6-2018 إيه؟ وهي مستمرة في منصبها في الحكومة الجديدة في مدة توليها الوزارة نفذت الحكومة والوزارة عمليات إزالات واسعة للأشجار عرفت إعلاميا بمذبحة الأشجار في مصر تم خلالها تقليص المساحات الخضراء بشكل كبير يا نهر أبيض وسيادة الوزيرة هو حضرتك نسخة جديدة من ياسمين فؤاد القديمة أنتو لما بتفضلوا في الوزارة الجديدة بتلغوا المود القديم يعني كنتي مفعالة مود معين وغيرتي ولا إيه اللي حصل؟ يعني حصل عملتي نيولوك مثلا مش هنعرفك؟ يعني أنت يما تطلعي النهار ده فقالي اجتماعي تقولنا منهجنا عدم قطع الأشجار فإحنا مثلا مش هنعرف أنت كنت وزيرة مسبحة الأشجار؟ يا جماعة ما تبطلوا تشتغلوا الشعب المصري بقى ما تحترموا نفسوكو شوية وتحترموا الشعب المصري شوية ده إيه ده؟ هو بالظبط أنا بقولك سيء ذكر بس نماذج مصغرة رجالة أو ستات مش فرقة هم كله واخد سيء الذكر بيمشي إزاي بيقولوا الحاجة بعني يطلع يقول عكسها عادي بيوعد الوعد بعني يخلف بيه عادي بيعمل الجريمة بعني يطلع يقولها حاربها عادي فهم كلهم كده الوزيرة ياسمين فوقها ده يتلقى بحي مش هنقطع للشجر يا ست الكل ما أنت اللي قطع الشجر لكم سنة اللي فاتوا لأ معلش ما هو دي ياسمين الجديدة ياسمين القديمة ماتت خلاص هتشوفوا بقى حاجة جديدة فاحنا هنصدق حاضر حاضر يا سيادة الوزير ما فيش هطلع عشق ان شاء الله كل سنة انت طيبة المستشار عدنان الفنجري وزير العدل الجديد تعال نشوف قال إيه قالك مهمتي إسعاد كل مواطن داخل دور المحاكم والنيابات والشهر العقاري والله سيادة الوزير انت راجل جميل يعني راجل فعلا دمه خفيف بص بص والله تحس وزير السعادة الإماراتي أنا مهمتي إسعاد كل مواطن داخل دور المحاكم والنيابات والشهر معرفش انت هتسعدهم على طريقة ابنك اللي رفع السلاح على النايب العام طلعت عبدالله في 2012 ولا هتسعدهم بطريقة المستشار عبد مجيد محمود النايب العام الملاكي بتاع مبارك اللي انت كنت النايب بتاعه ولا هتسعدهم بطريقة الإفراجات وإخلاء السبيل اللي انت عملتها بعد جمعة الغضب بأوامر رئاسية ولا هتسعدهم بأي شكل يا سيادة المستشار الفنجري مش عارف الحقيقة لكن الزمل برضو يعني مجمعين لك حاجة لطيفة بقولك ان فين سحاب جماعي للمحامين من جلس التجديد بعد إعلان القضي نظر ألف معتقل ومطالبة المحامين بعدم الحديث ده موقع ضرب في 29.6.2024 نروح لأستاذة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا قالت حلمي الشخصي هو إخراج أسر من دائرة الفقر والعوز أقولك على حاجة أهي مايا مرسي دي هتكمل مايا مرسي دي مايش طلعة من الوزار ويقول أسامة قال ليه بقى عشان السطر المكتوب تحت ده 28.7.2018 السيسي أنا عايز أخركه من أمة العوز والفقر فهي قالبت قالت الفقر والعوز قال لي يعني أنا مش بقلت سيئ الذكر بس لا فريق الإعداد صحيلك أو يا دكتورة مايا ومايا مرسي دي زي علاء فرقها تكمل في الوزار كان هناك مجموعة من التصريحات الكوميدية لوزراء ومحافظين بعد ساعات من أداء اليمين تعالوا نشوف مع بعض مجموعة من هذه التصريحات الغريبة بص يا سيدي وزير العمل الجديد محمد جبران آه قال لك إيه محمد جبران قال الزكاء الاصطناعي دهول داخل علينا يجب أن نستعد له سنرى في مصر تاكسي دون سائق وسوبر ماركت دون عمالة سيادة الوزير انت عايز إيه يعني انت عايز تحمل أبليكيشن مثلا جي بي تي ولا شات جي بي تي وما معكش اشتراك انت تايه يا سيادة الوزير انت جاي مع مين يعني انت عايز إيه يا سيادة الوزير والله حضرتك بس قلنا انت عايز إيه وإحنا هنريحك هنعمل لك اللي انت عايز وكل إيه زكاء الاصطناعي وحش يا جماعة غول خوفوا بيه العيالة الصغيرة ومصر هتشتغل بتاكسي من غير سواء وصوبر ماركت من غير عمالة طب ما هو الأولانية عكس التانية يا بيه يعني انت مع الزكاء الاصطناعي ولا ضده يا بيه يا بيه حمونا يا بيه مش كده نروح لوزير الاتصالات يمكن الأمل عنده عمر طلعت وزير الاتصالات اهو رجل طويل جدا ما شاء الله ضعفنا متوسط سرعة الانترنت السابت 13 مرة في 6 سنين أنا مش هرد يعني هما الناس اللي في مصر اللي بتعاني وبالطالب بانترنت غير محدود هما اللي هردوا عليك عم عمر مش أنا نروح للمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الجديد قال ايه بقى قال تصريح سيخلد بجوار شنب هذا الرجل يعني فعلا والله العظيم أنا بحب جدا الراجل الناس اللي بتعتزب شنبتها التصريح ده هيخلد بجانب شنب هذا الرجل العظيم حازم الأشموني قال لك الأولوية للمواطن البسيط وكل ما يصب في مصلحتها يا لطيف سيادة المحافظ معلش تعالى هنا أقول لك انت عارف موضوع الصب في المصلحة ده ولا مش متابعه يعني حد قال لك عنه حد فهمك الحكومة لما بتقول صب في المصلحة يعني ايه طب حد شرح لك الافيه نفسه يعني حد قال لك الناس بتاخد الكلمة دي على ايه حد شرح لك الكلمة دي مقترنة عند الشعب المصري بايه طب انت كنت مثلا نايم وصحيط يعني نايم بقى لك عشر سنين وصحك صباح الخير احنا في 2024 الكلمة دي سيادة المحافظة ما تقولهاش تاني لانها سيئة السمعة جدا وهترد في مصلحتك انت يعني الناس هتتعامل يعني بصراحة في صب في مصلحة المحافظ كويس فبلاش الكلمة دي انها فعلا سيئة السمعة انا خايف عليك انا فعلا قلبي عليك والله الكلمة دي سيئة السمعة بشكل كبير جدا دي كانت مجموعة من التصريحات للمحافظين عايزين نختمها بمصطفى مدبولي اللي بيطلب من حضراتكو طلب الحقيقة كده انا اسف ان انا هقول الكلمة دي على الهوى الاول مرة طلب عليه الادب جدا طلب فيه فعلا قلة ادب مع الشعب المصري طلعونا خبر كده بوابة الاهرام رئيس الحكومة يناشد المصريين سيبوا الوزراء يشتغلوا وبعدين نقيمهم الرئيس اوصى بالتريث في انتقاء افضل الكفاءات في الوزرات وايحطت كل المواطنين بجميع المستجدات لو رجعنا بالذاكرة مش هنلاقي كل التحديات دي النهاردة عندنا اكتر من تحدي التحديات تفرد انتقاء وزراء لهذه التحديات ارجوكم اعطوا الفرصة للوزراء والمحافظين انهم يشتغلوا ويكون التقييم بناء على كده واحنا هنقيمهم كل فترة طبعا محدثكم رئيس الحكومة الجديد مصطفى مدبولي الله طلع قديم انا اسف الله لا طلع وزير اسكان في الحكومة اللي قبل ما يبقى رئيسها احنا اسفين يا جمع معلش مصطفى مدبولي وزير الاسكان في حكومة سابقة ورئيس الحكومة اللي هو عمل كل التحديات اللي هي دلوقتي موجودة ما كانتش موجودة قبل كده بس بقت موجودة في عهده بيقولكو ادوا فرصة للمحافظين والوزراء والمصطفى مدبولي نفسه ادوهم فرصة يا جماع وانتو طبعا يعني شعب جميل وطيب وحبوب وابن حلال وهتسمعوا الكلام وهتدوهم فرصة فمعلش يا جماعة دكتور مصطفى عنده يعني طلب بسيط جدا 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 هو نفسه اللي خرب بيتكو الكام سنة اللي فاتوا مع سيء الذكر هو نفسه اللي بيقولكو بس معلش ادونا فرصة انا معرفش الحقيقة الناس هتديلوا فرصة ولا هتديلوا حاجة تانية لكن ده طلب الدكتور مصطفى مدبولي اشتركوا في القناة